السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بمتابعين قناة الدكتور للمواد العربية في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الدرس الثاني من الوحدة الأولى وهو الأزهر الشريف احنا الحمد لله كنا شرحنا عوامل النهضة الأدبية الحديثة في أربع فيديوهات موجودين على القناة ولو انت حابب تسمع شرح الأدب تقدر ان انت تحمل المذكرة دي تقدر ان انت تدخل على قائمة التشغيل بان انت تضغط على الكلمة دي او لو حابب تسمع شرح اي فرع من العربي نحو او صرف او بلاغة او تسمع النصوص تقدر ان انت تضغط على كل مادة انت عاوزها تعالوا بقى زي ما احنا متعودين نبدأ نتكلم عن العناصر اللي احنا هنشرحها خلال الدرس درس الأزهر الشريف هنتكلم فيه عن 3 عناصر بتلات اسئلة بيتكرروا في الامتحان يعني كل عنصر من دول يا جماعة بسؤال في الامتحان والاسئلة كتير في الامتحانات في الأزهر الشريف عندنا اول حاجة هنتكلم عن دور الأزهر في الحفاظ على التراث العربي والاسلامي زمن محنة الحكم العثماني ثاني عنصر هنتكلم فيه مع بعض الأدلة على ارتباط عوامل النهضة وأسبابها بالأزهر الشريف ثالث عنصر والأهم هنتكلم عن دور علماء الأزهر في النهضة الحديثة في مصر وخلي بالك معنا ان احنا نجيب درس كامل عن الأزهر الشريف في النهضة الأدبية ان الأزهر الشريف كان ليه دور كبير جدا في النهضة الأدبية الحديثة تعالوا بقى نتكلم مع بعض عن أول عنصر دور الأزهر في الحفاظ على التراث العربي والاسلامي زمن محنة الحكم العثماني دلوقتي يا جماعة زي ما احنا عارفين ان اي حد بيحكم دولة بيبقى ليه فترات قوة وفترات ضعف للأسف الخلافة العثمانية جد في آخر فترتها كان فيها ضعف شديد قوي فبدأ الأمور تختل فكان الأيوبيين والمماليك بدأوا ان هما يفتحوا مدارس علشان يعلموا المصريين ولكن للأسف وقت محنة الحكم العثماني في آخر زمنه بدأوا ان هما يغلقوا المدارس المختلفة اللي كان انشأها الأيوبيين والممالك وللأسف ما كانش فيه أي بصيص من نور إلا في مكان واحد بس وهو الجامع الأزهر كان جامعة الجامعة الأزهر ده يعتبر كأنه جامعة كان هو اللي فضل موجود بعد ما الحكم العثماني أو الخلافة العثمانية أفلوا المدارس اللي كان عملها الأيوبيون والمماليك فكان فيه حلقات علم ودرس في الجامع الأزهر وكمان الحلقات العلم والدرس دي ما كانتش مقتصرة على علوم الدين بس لا ده كمان كان فيها علوم لغوية وكمان فلسفة وعلوم طبية وإن كانت العلوم الأخيرة دي اللي هي العلوم اللغوية والفلسفية والطبية كانت ضعيفة للأسف ليه بقى؟ لأن الحكم العثماني أضعف وظلم المدارس في مصر فطبعا هنا تأثير الظلم الذي أرهق به العثمانيون أهل مصر خلى العلوم الأخيرة دي اللي احنا قلناها كانت علوم ضعيفة خلي بالك ده من أشهر الأسئلة اللي بتيجي يبقى اللي يا جماعة ضعفة الدراسة العلمية في العصر العثماني خلي بالك في آخر العصر العثماني علشان نبقى منصفين أقوله بسبب تأثير الظلم الذي أرهق به العثمانيون أهل مصر تعالوا بقى نتكلم مع بعض عن تاني عنصر معانا وبرضو بيجي في الامتحانات الأدلة على ارتباط عوامل النهضة وأسبابها بالأزهر الشريف في سؤال امتحان سعد بيقولك ارتبطت عوامل النهضة وأسبابها بالأزهر الشريف دلل على ذلك بأمري خلي بالك إحنا عندنا في الجزئية دي تلات أدلة أنت بقى اللي تحبه تكتبه خد أي اتنين من الثلاثة دول وكتبهم هيبقوا صح إيه هم بقى الثلاثة أدلة فاكرين يا جماعة لما محمد علي أرسل بعثات إلى فرنسا قلنا دلوقت لما أرسل البعثات هم أكيد اكتسبوا العلم باللغة الفرنسية طب لما يرجعوا مصر أكيد طبعا عاوزين يترجموا العلوم دي فعملوا أول مدرسة للترجمة فاكرين كان اسمها إيه الإدارة والألسن طب والمدرسة الإدارة والألسن مسكها واحد قلت لك تحفظه زي اسمه كان اسمه رفاعة التغطاوي ورفاعة التغطاوي ده كان أحد علماء الأزهر فمعنى كده أن أحد علماء الأزهر كان ليه دور كبير في النهضة الأدبية الحديثة يبدأ أول دليل معانا هقول له لما اقتضت النهضة نقل كنوز الغرب إلى اللغة العربية تأسست أول مدرسة للترجمة اسمها مدرسة الإدارة والألسن وعهد بالإشراف إلى أحد علماء الأزهر اللي هو رفاعة التغطاوي وخلي بالك ارتبط تاريخ الترجمة في عهد محمد علي وخلفائه بجده وكده بجده يعني مش بجده يعني لا باجتهاده وتعبه يعني ماشي يبقى ارتبط تاريخ الترجمة باسم مين يا جماعة عشان ممكن يجيلك الحتة دي سؤال صح وغلط يبقى ارتبط تاريخ الترجمة بعهد محمد علي باسم رفاعة التغطاوي دليل كمان يا جماعة على ارتباط عوامل النهضة بالأزهر الشريف فاكرين قلنا محمد علي أصدر جريدة كان اسمها جريدة جورنال الخديوي لما أصدرها محمد علي كان لازم واحد يمسكها واللي مسكها أول واحد مسكها كان اسمه الشيخ حسن العطار طب ما له الشيخ حسن العطار ده ده كان شيخ الأزهر فمعنى أن شيخ الأزهر يمسك جريدة محمد علي اللي هي جورنال الخديوي معنى كده أن الأزهر ارتبطت عوامل النهضة بعلمائه فدلوقتي هو اللي أشرف عليها وكمان كان معاه نخبة من علماء الأزهر برضو بيساعدوه بالإشراف على جريدة جورنال الخديوي فتقول له لما أراد محمد علي إصدار جريدته اللي هي جورنال الخديوي لجأ إلى الأزهر فأشرف عليها الشيخ حسن العطار وده كان شيخ الأزهر حينها يعاونه نخبة من علماء الأزهر آخر دليل معانا والدليل التالت فاكرين لما قلنا في الصحافة بدأ يظهر مجلات متخصصة وكان من ضمن المجلات دي مجلة اسمها اليعسوب اليعسوب دي فاكرين كانت أول مجلة طبية واللي عملها ساعتها كان أحد أبناء الأزهر وأدبائه فمعنى أن أول مجلة طبية يعملها أحد أبناء الأزهر أن كده الأزهر كان ليه دور كبير قوي مش في الأدب بس بل في العلوم اللي هو الدنيوية اللي هي الطب والهندسة وكده فأقول له تالت دليل معانا في مراحل تطور الصحافة كان لشيوخه وطلابه أثر كبير في ذلك فأول تحول إلى المجلات المتخصصة كان متمثلا في مجلة اليعسوب كان أحدثه أحد أبناء الأزهر وأدبائه فهم أوائل من حرروا الصحف والمجلات يبقى أنت كده عندك تلات أدلة هو بيقول لك في سؤال امتحان دلل على ذلك بأمرين اكتب له أي دليل من دول هينفع تعالوا بقى نتكلم عن آخر عنصر معانا دور علماء الأزهر في النهضة الحديثة في مصر دلوقتي دي يا جماعة عبارة عن تجميعة هنتكلم فيها في أربع عناصر ممكن يجي يقول لك بقى علماء الأزهر هم رواد النهضة والباعثون لها وضح ذلك أو ممكن يجي يقول لك ما دور علماء الأزهر في النهضة الحديثة في مصر أربع حاجات أول حاجة أن بعضهم كان داعيا إلى التجديد من أمثال شيخ الأزهر حسن العطار أخلي بالك حسن العطار قولنا عمل إيه هو أول واحد مسك جريدة برنال الخديوي اللي كان أصدرها محمد علي وكمان حسن العطار لما بدأوا يفتحوا مدرسة للطب في مصر كان علم التشريح عاملين عليه مشاكل كان فيه خلاف ما بين علماء الدين بيقولوا أن التشريح حرام في ناس قالوا التشريح حلال فشيخ الأزهر طبعا من باب أن علم التشريح ده جماعة مهم فأنا علشان أكشف على مريض وأعرف بالضبط هو الأعضاء موجودة في أنهي جزئية لازم أكون الأول مشرح جسم واحد ميت علشان أبقى فاهم وأنا بكشف أبقى عارف أنا رايح فينه جاي منين فما أنفعش أكتشف في الإنسان المريض فأنا بكشف عن طريق علم التشريح فشيخ الأزهر ده حسن العطار وقف يدافع عن علم التشريح في أول مدرسة للطب في العصر الحديث في مصر ثاني دور معانا لعلماء الأزهر فكرين محمد علي كان أنشأ مدارس وكان طبعا المدرسين بتوع المدارس دي كانوا من علماء الأزهر أقول له عامل بعض علماء الأزهر مدرسين بالمدارس التي أنشأها محمد علي وفكرين كان فيه مدرسة اسمها مدرسة دار العلوم وانشأت أنشأها علي مبارك سنة 1871 لو أنتوا فكرين كان من الأزهريين طلبتها وبعد ما كانوا طلب فيهم كانوا أساتذة كمان ثالث دور معانا لعلماء الأزهر كان محمد علي عمل حاجة اسمها الدواوين والنظارات ده زي نظام الوزارات كده يا جماعة فكان طبعا علماء الأزهر ليهم نصيب في المناصب دي فهم الذين شغلوا المناصب في الدواوين والنظارات التي خطط بها محمد علي نظام الحكم في مصر رابع دور معانا والأخير العلماء الأزهر أكيد طبعا كانوا هم طلاب البعثات من المصريين ده حتى فكرين كان أول بعثة كان إمامها طالب أزهري وهو مين اللي أنت لازم تحفظ اسمه زي اسمك رفاعة الطه طاوي فتقول الأزهريون من طلاب البعثات من المصريين الذين أوفدهم محمد علي وإسماعيل للدراسة بالخارج طب كان إيه النتيجة بقى نقلوا العلم والخبرة الأوروبية إلى مصر فلما عادوا كانوا هم بنات النهضة وطلائع الإصلاح من أمثلهم طبعا رفاعة الطه طاوي ومن كمان محمد علي البقلي ومن كمان الشيخ محمد عبده وده إن شاء الله هنبقى ندرسه بالتفصيل فيريد بعد ما تخلص الفيديو تذاكر الفيديو ورايا كتابة علشان ده بثبت المعلومة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته